بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تؤشر العلاقات التركية الأمريكية أنها تسير نحو طريق مسدود لماذا واشنطن مستاء لهذه الدرجة من تركيا وتقوم بدعم المنظمات الإرهابية فضلا عن تعهدات الرئيس الأمريكي بالإطاحة بالرئيس رجب طيب أردغان كيف سترد تركيا وهل ستقف مكتوفة اليدين حيال هذه السياسات العدوانية من الولايات المتحدة الأمريكية أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد الرئيس التركي رجب طيب أردغان يصف العلاقات التركية الأمريكية بأنها تسير ببداية غير جيدة مؤكدا أن واشنطن تدعم المنظمات الإرهابية وتمدها بالسلاح رجح خبراء كذلك أن استهاء واشنطن يأتي بسبب فرض تركيا سياساتها الخارجية الخاصة وحماية مصالحها الوطنية وحماية المضطهضين في العالم وصف الرئيس التركي رجب طيب أردغان العلاقات التركية الأمريكية بأنها تسير ببداية غير جيدة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية مستاءة لدرجة أنها استبعدت تركيا من برنامج مقاتلات F35 وأوضح أردغان أن واشنطن تدعم منظمة بيكاكيئة الإرهابية ومنظمة جولان الإرهابية بل وتسعى إلى الإطاحة بالحكومة من خلال التعاون مع المعارضة ورجح خبراء أن استياء واشنطن يأتي بسبب فرض تركيا سياساتها الخارجية الخاصة وحماية مصالحها الوطنية وحماية المضطهضين في العالم وأكد الخبراء أن تركيا تتبع سياسات مستقلة في سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط ولا تتردد في القيام بعمليات عسكرية ودفع الثمن لحماية مصالحها أيضا إرادة الشعب التركي أثارت غضب واشنطن وفي سياق متصل باءت محاولات الإنقلاب في 15 تموز يوليو التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بيد صبيانها من منظمة جولان الإرهابية باءت بفشل ذريع بفضل الإرادة السياسية القوية والاحتجاجات الشعبية العارمة التي أجبرت الإنقلابيين على الاستسلام وأفاد الخبراء أن حادثة الإنقلاب الفاشلة في 15 تموز يوليو أثارت غضب الولايات المتحدة الأمريكية التي أطاحت بحكومات تركية سابقة في إنقلابات 27 أيار مايو و12 أذار مارس أيلول سبتمبر و28 شباط فبراير تركيا تواصل حربها ضد الإرهاب وفي السياق ذاته أثبتت تركيا أنها دولة ليست ضعيفة بسبب حظر الطائرات المسيرة والمقاتلات وغيرها من عمليات حظر الأسلحة العلنية والسرية بل وصلت حربها ضد الإرهاب وحققت نجاحات عسكرية كبيرة وطهرت داخليا تركيا من منظمة جولان الإرهابية حسب ما أشار خبراء وعندما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية بيئة صواريخ باتريوت قامت تركيا بالاتصال بالصين من أجل نظام الدفاع الجوي لتشتري أخيرا من روسيا منظومة S-400 بالرغم من كل التهديدات والابتزازات تركيا المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وعلى صعيد متصل أكد الخبراء أن تركيا لم تعد إلى جانب الكيان الصهيوني القوة المحتلة في الشرق الأوسط بل باتت المدافع العالمي عن القضية الفلسطينية والقدس حيث قامت تركيا بالرد بشدة على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار استياء واشنطن حسب الخبراء كذلك تركيا تناضل من أجل الوطن الأزرق وفي سياق متصل اتخذت تركيا سياسات مستقلة في مجال الطاقة كما تقوم ببناء محطة للطاقة النووية مع التركيز على تنوع الموارد في مجال الطاقة ومع تغير موازين القوى في العالم قامت تركيا بتطوير سياسات مستقلة مع روسيا والصين لتثبت أنها ليس محكوم عليها بالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي فقط وتناضل تركيا من أجل استراتيجية الوطن الأزرق وتؤكد دائما على موقفها الثابت من القضية القبرصية حيث تثير هذه القضايا استياء واشنطن حسب ما أشار خبراء اللصوصية الحديثة من جانب آخر تركت الولايات المتحدة تركيا وحدها في مواجهة التهديد الإرهابي من شمال سوريا علاوة على ذلك رفضت واشنطن بيع أنظمة الدفاع الجو بعيدة لمدى باتريوت لأسباب مختلفة وبعد أن قامت تركيا بشراء منظومة الدفاع الجو اس ربعمية بعيدة لمدى من روسيا وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون يتضمن التعليق المؤقت لبيع تركيا مقاتلات F-35 وبموافقة الرئيس ترامب تم وقف تسليم الطائرات وواصل الرئيس بايدن هدي السياسة واستبعدت تركيا تماما من عقد F-35 واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية تركيا بشراء نظام الدفاع الجو من روسيا وفرضت عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات واشنطن مركز المؤامرات وفي سياق متصل قامت المؤسسات والجمعيات الأمريكية بتمويل جميع الاستفزازات الأجنبية التي تستهدف تركيا وبدورها دعمت مؤسسة المجتمع المفتوح التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية أحداث حديقة جيزيبارك في حين حاولت وسائل الإعلام الأمريكية إثارة الاستفزازات وأيّدت الولايات المتحدة الأمريكية محاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية التي قام بها عناصر جولان الإرهابية المتغلغلين في الجهاز الأمني والقضائي خلال الفترة مبين 17 و 25 ديسمبر 2013 ودعمت واشنطن مؤامرة شاحنات المخابرات التركية التي نفذتها منظمة جولان الإرهابية كذلك لجعل تركيا بلدا يدعم الإرهاب في المجتمع الدولي كذلك تحاول أن تجلب الفوضى في كل مكان وعلى صعيد آخر استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ورقت التدخلات العسكرية كأداف سياساتها الخارجية كما شاركت واشنطن في سياسة الإنقلابات بأمريكا اللاتينية وانخرطت في حروب ساخنة ضد الشيوعية خلال الحرب الباردة واستخدمت واشنطن في حروبها قنابل النبال وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في فيتنام التي قتل فيها 60 ألف جند أمريكي وارتكبت بعدها واشنطن جرائم عسكرية في سوريا وأفغانستان وتدخلت أمريكا في صراعات عديدة بحجة محاربة الإرهاب وتعزيز ما يسمى بالديمقراطية مستغلة موارد البلدان التي احتلتها من العراق إلى سوريا وأفغانستان وشنت هجمات استهدفت المدنيين بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذا الاستعراض المهم لآخر مستجدات العلاقات التركية الأمريكية المتأزمة أصلا ولماذا واشنطن مستاء لهذه الدرجة من الرئيس أردغان ومن تركيا وتريد لهذه المسيرة أن تتوقف بينما يأبى أردغان والشعب التركي ومحبوهم في كل مكان أن تتوقف هذه المسيرة بل يريدون لتركيا الصعود والاستمرار في دورها الريادي وقيامها بحماية المظلومين أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته